من جهة أخرى أكد محافظ شمال سيناء محمد عبد الفضيل شوشة على وجود اهتمام رئاسي بالمحافظة من خلال التوجيه بتأسير حياة المواطنين اليومية وأضاف المحافظ خلال المؤتمر الذي عقد برئاستي وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة أن منظومة التنسيقات أديرت بصورة ممتازة تحت إشراف نائب المحافظ وأعلن المحافظ عن إلغاء كافة التنسيقات الخاصة بالاحتياجات الأساسية للمواطنين منها الخضر والفاكهة والزيوت والملابس والمفروشات ومواد البناء وغيرها وأشر المحافظ إلى وجود بعض الأصناف يستلزم دخولها بتنسيق مسبق منها أسلاك اللحام والأسمدة الكيموية ثنائية الاستخدام وسيارات الدفع الربعي وقطع غيارها والدراجات النارية وغيرها